اجتماع أمني ضم رئيس أركان الجيش ونائب قائد العمليات المشتركة وقائد القوات البرية مع رئيس أركان قوات البيشمرقة في أربيل الاجتماع ناقش التنسيق الأمنية والاستخبارية وتبادل المعلومات بين بغداد وأربيل والإجراءات التي تم تنفيذها من أجل توسعة مستوى التعاون الأمني قام مثمر جدا تم تفعيل كل اللجان المشكلة سابقا مراجعة الخطط المتفق عليها وأيضا تفعيل استراتيجية عام 23 في النية فتح خلايا استخبارات مشتركة ولجان أيضا بما يتطلب لتفعيل هذه العلاقة بدنا نجني ثمارها على الأرض بتقليل استواجد داعش بتقليل الفجوات بعمل نقاط مشتركة وصولا إلى ما نطمح إليه أنه تكون قطعاتنا في مكان واحد وفي خط واحد إن شاء الله ونطمئن أهالينا بأنه رح يصير تنسيق أعلى ويصير اتفاق بيناتنا وبين وعلى كل المحاور وعلى كل الأوجه وهناك تعاون بين الطرفين في مجالات عدة منها التدريب ومنها التنسيق الاستخباري والعملياتي القيادات الأمنية بقيادة العمليات المشتركة وقوات البيشمرقة أشارت إلى أن هناك عمليات مشتركة تم تلفذها في مناطق مختلفة من البلاد وفق معلومات استخبارية متبادلة وأن هذا التعاون سيتوسع خلال عام 2023 تعاون والعمل المشترك بيننا وبين الأخوان في البيشمرقة مثل ما نوه السيد نائب قائد العمليات المشتركة بأنه سوف يكون هناك عمل تعاوني في مجال إنشاء خلية مشتركة من الاستخبارات وهذا يواجبها تبادل المعلومات الاستخبارية أيضا عادة تقييم الخطط وخصوصا فيما يخص عام 2023 قيام بالعمليات المشتركة المستقبلية إن شاء الله هناك تنسيق مستمر ودائم مو بس المناطق ذات اهتمام أمن المشترك بكل المناطق الذي يحتاج من خلال التنسيق ما بين القوات البيشمرقة وقوات المركزية العلاقة الأمنية بين بغداد وأربيل في أعلى مستوياتها من خلال تنسيق استخباري وأمني وعمليات مشتركة بين قوات الحكومة الاتحادية وقوات البيشمرقة في جميع مناطق العراق من مطار أربيل الدولة حسام التميمي العراقية الإخبارية